مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة خليني أولوكم بداية تنكية تعليقات كابتن ساد عبدالحفيزة على قرعة بطولة كاسعة عامل أندية الرجل حياتكلم اللي احنا عارفين بصرف النظر عن يعني من قبل القرعة انه اي فريق هنواجهه في البطولة دي هي وبطل قرة وهي بتعتبر يمكن اقوى بطولة بياخدها النادي الاهلي على مدار الموسم كله بتكلم على بطولة عالم وبتكلم على ابطال قرات وبالتالي عارفين ان كل مطشطنا صعبة اي ان كان مين اللي هنواجه لكن في النهاية اللي بيكلم فيه كابتن سايد انه يتمنى طبعا ان مشكلة التعارض الخاصة ببطولة امم افريقيا مع كاس عالمين ده يتم حلها بشكل سريع عشان الاهلي يقدر ينفذ برنامج اعداد لان زي ما قلت الحالاتكم مشكلة الحقيقية اللي بتواجه الاهلي انه توقف النشاط على مدار شهر 11 اغلب شهر 11 هنرجع في اخر شهر 11 هنلعب اسبوع واسبوعين دولي وبعد كده يتوقف النشاط مرة تانية عشان مشاركة منتخب مصر في بطولة امم افريقيا وبالتالي ما عندكش مساحة انك انت توصل بالكرفة بتاع فرقتك لأعلى معدلاته قبل ما تروح تلقابل ابطال العالم في كاس عالم لاندية قال طبعا كلم على انه البطولة واستضافتها في دولة الامارات الشقيقة هتدينا افضلية وجود او حضور الجماهير الاهلوية والمصرية اللي بتأكيد هتدعم فرقتها وتبقى موجودة في مدرجات الملعب وبالتالي اعتقد ديها تدي يعني دفعة معنوية بشكل كبير جدا للنادي الاهلي في معجهاته سواء مع مونتريا او ان شاء الله بإذن الله بعد تجاوزوا في معجهتهم مع بالميراس او برضو ان شاء الله بعد تجاوزوا لغاية لما نوصل لمواجهات شيلتيس